راح المطار وكان حضرت المطوى دي في جيبه تمام صباح الخير الساعة أربعة فضل إن شاء الله عالطيرة أربعة ساعات بقى لي يعني أربعة خمس ساعات بحاولي نام بس الصراحة ما قدرتش أو ما عرفتش دماغي شغالة عمال أفكر حس إن أنا نسيت حاجة وفي نفس الوقت بقى لي كتير جداً ما سفرتش من غير مراتي بالأولاد أعتقد دي ممكن تكون تاني مرة فمعرفتش هنام نمت هنا على الكنبة سفير لبينا على بلنا الفلوك ده يكون نزل هتكون إنتوا عرفتو وأنا راح أقل المين في فرنسا راح أقبل أحمد محس السفرية دي مكانش متخطط لها خالص كان نفسينا فيها وكننا عايزين نعملها من زمان بس يعني في خلال الأسبوعين اللي بحثت الدول محسن قال اللي أنا جايها لأوروبا فزبطنا مع بعض وقلنا نتقابل في اليوم الصراحة الموضوع كان مكلف شوية عشان إحنا حجزنا في آخر لحظة وعشان كده أنا عصلاً هنزل ألمانيا وأخذ الطهران من هناك على فرنسا مش عارف إزاي يعني بس ده اللي حصل التيارة بتاعتكد نفوض إنها تطلع كمان مصو ساعة بس لسه حلم بعتلي رسيلها على التليفون قالوا إنها تأجلت وتطلع كمان ساعة ودي بقى مشكلة التهران الرخيص أعتقد ممكن في الساعة دي لنذهب شوية في المطار وبكده نكون وصلنا لألمانيا مدينة دوسلدورف الصراحة أول مرة أسمعنا المدينة دي يعني بس مايش أنا أكرلم حجزت تهران كل ده عشان نروح فرنسا يعني نروح ألمانيا وبعدك هي نروح فرنسا فرنسا اللي هي بنت عام إنجلترا اللي هو أصلاً أخر الشارع بس ما علش يعني مجبرين مش عارف لسه قدامي ساعتين على الطيارة فاحتمال روح أجيحها يقولها وبعد كده نتجه على البواب وبنسبة إن إحنا في ألمانيا مش عارف قلت لكم قبل كده ولا لا بس المفروض إن أنا بتكلم ألماني لما كنت في الجامعة في مصر بدرس لغات ترجمة كنت بدرس اللغة الأولى إنجلش واللغة التانية كده ألماني بس الصراحة يعني مش فكرة أي حاجة ألو ألو يا محصر بيقول لك إيه بيقول لك إيه اليوم ده باين من أوله اليوم ده باين من أوله يعني أول طيارة تتعطل ووطلع ساعة متأخر تمام؟ الطيارة دي بقى يا باشا ها؟ اتكنسلت الطيارة كان فيها عطل فني فقال لنا ستنوا شوية وبتاعه وآآ يعني هنطلع كمان شوية بعدها بالشوية قال لنا لأ خلاص كده الطيارة هتكنسل ومقدم كومش غير طيارة تانية النهاردة الساعة ستة لعشر كان المفروض الطيارة الكنسلت دي هتوصلني ليونس ساعة ثلاثة ونص فكنا هنقضي اليوم وبتاعه ويعني كان هيبقى يوم حافل بس كده طبعا يعني هنوصل ان شاء الله على تمانية تمانية ويه فاليوم ضاعه ادونا فاوتشر بعشرة يورو على اساس يعني ان هو تعويض بأننا قاعدين شوية حلوين في المطار فنجيب اكل وكدس بالصراحة لما كنت عايز اكل اول مرة كنت مستحرم يعني ادفع خمسة شر يورو في سندوتش ولا حاجة بس دلوقتي بابا انهم ادونا فاوتشر فنستخدم بعدين نحن شوية حلوين يعني انا الصراحة كنت عامل حساب ان انا هروح ليون واكل وبتاع فكنت مصبر نفسي بس دلوقتي الموضوع هيتطول ايا كان اللي بصلي في السفرية دي أحب يوجه له رسالة واقول له فلتذهب الى الكحيم وانا هستمتع بالبرجر على قد موضوع الكاميرا ده محرك في الأماكن العامة اللي زي كده ان انت تقعد تصور نفسك والناس بيتفرج عليك بس احيانا بينفع يعني الراجل اللي بيقدم الاكل هنا اول ما شافني معايا الكاميرا بتاع فاداني اهتمام من نوع خاص جاب لي عيش وزيت زاتون مش عارف هوا هي اقلقتهم بالضبط ببعض بس هوا شكلها يعني اكلة مشهورة هنا وهو حبيب يخليني اجرب فانجرب ان الحمدلله اكلت بس حبيب ان انا اجرب موضوع زيت الزاتون على العيش اللي وده هوني ده يعني حبيب جدا اجرب اشوف ايه الفرقة وهحس بايه انت Pam Powers ظيت وَعَمَا ن suspicion الزيت وايش مع بعض الزيت وايش مع بعض أخيرا بعد طول انتزار وخلاص الحمد لله نركب التجارة الرحلة كلها حوالي ساعة ونصف فإن شاء الله نوصل اليون ساعة ثمانية إلى التنت فأشوفكم إن شاء الله في اليون أنا النهاردة يوم التسوحات كنت أفروض إن أنا حاجز عربية تبع حاجة اسمها اللي هو ناس عاديين بيأجر عربياتهم وبتركب معاهم يعني زي أوبر كده بس بسعر كويس المهم الراجل اتأخرت عليه خمس دقائق فمش فدلوقتي بقى ما فيش قدامي غير إن أنا أشوف مثلا قطرة أو أوتوبيس ما نشوف بعد عنق طويل مش عارف بقى بص ولا قطر ولا بص ولا قطر لقيت واحد كده الراجل ده راجل جدع قال لي تعالى وبتعه مش عارفة يولت له أنا رايح المكان الفلاني قال ليت ابتعالى أنا رايح برضو مكان قريب فهوريك تنزل فين وأي كانت أكامل قاعدين نداردش أنا ومايكل الراجل ده اللي بيساعدني الصراحة ومزفوتني يعني ما شاء الله عليه بيقول لي إن الحتة اللي حجزنا فيها أولا ما شانال اللي حجزت الصراحة يعني محسن الحجز حتة غالية جدا فمحسن هتسوحنا المكان يقول إنه المكان المكان يتسوح لأنه أصدقائي أصدقائي لأنه بلكور وتل ديفيل وتلدقائي 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 جيد جيد فهو أنا ومايكل يعني بنتكلم بالإشارة وبنحاول أن نحن نحب إنجليزي على حبة فرنساوية يعني أنا مش فرمع حاجة طبعا بس يعني أشتر ونتعامل جيد أن أتعامل جيد أن أتعامل هذا سيكون في يوتيوب سيكون في يوتيوب نعم ماهي المكان يسمى ليون ليون باردو ليون باردو باردو طبعا هنا وصلنا المحطة اللي قال عليها مايكل 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 يشب سجارة ونكمل بقى إن شاء الله فانتحت رحمة مايكل لحده لأنه هو اللي أعرف الطريق دي المحطة الأساسية في ليون خدنا القطر من المطار ووجينا هنا على المحطة دي وبعد ذلك نأخذ القطر من هنا إن شاء الله على المحطة اللي انا محتاجين وصلها هو مايكل العارف نخدو عشان نخش المحطة دي بنحتاج تيكت تاني عشان يودينا المكان اللي احنا راحينه فمايكل كمعات كتات زيادة فرح مديني تيكت مجدع والله أنا بدعت أتأخذ انطباع كويس على الفرنساويين أنا مجدعي أنا مجدعي التحتاج مع ذلك في منطقة في منطقة ثم لا يمكنني تطبيق السطح لا يمكنك التحرك مع ذلك يقول لك راح المطار و كان في مطا في مطا و بعد ذلك داخل يقول لك مجدع قال له ما أريد قال له أنا عادي أنا سافر قال له لا يمكنك فرح مخباء في المطار وعندما رجع الآن سوف يدور عليها انت محظور خبها او ايها بعد ذلك انت محظور مايكل يقولون ان الاتور عندهم كلها اوتيماتيك انا غير سواق لان انا نجد ان الاتور انا غير سواق انه سواق نعم 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 طيب انا نزلت هنا ومايكل مفهود ان هو يكمل في القدر لان هو لسه مش وره قده ونصصاعة بس هو وصف للطريقة نعم راجل محترم جدا 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 مطيب قوي قوي وبكده نكون وصلنا الانتظام هطلع بقى دور على محصل في الشقة وتلاقي قاعد مستحمي وزبط نفسه وبتاع. وانا بقى جاي محتاج دوش عليها. على الله يا محسن تكون روّقت الشقة وزبطت الدنيا كده عشان ايه? ايه جا لقي الدنيا متزبطة. مفوض ان انا كده وصلت. محسن. انا عندي زارة انت فين? انا عندي زارة. عند زارة. زارة? اي. محسن. 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 يا عم انا ها يفضل زارة يا عم. محسن. يا ابن اللازينة. اهو. اللي تعبني. واللي سحلني. اهو. ليش انا حبرة يا عم اترويت. تعال اتعال. حبيبي. انت تقولت ليه كده. انت التصم. عبيبي. عاول ايه. عاول ايه. عاول ايه. محسن بيقول ان فين فجأة. ايه محسن. بص انا ما كنتش عايزة اروهي لك من الاول خلص عشان ما تتتخضش يعني ان انت كنت كن فيه كلم كافيك وفتك طيارتين وبتاعك. بس انا عايز اقول لك اننا حجزنا. ان انا بالغلط. ايوا استعيد. ايوا. حجزت شقة. بنزها. بنزها. الله. يعني فيه اتنين احليق فيها. والله انا عظيم. الله عليك. الله عليك. دي المفروض انها الشقة اللي احنا هنقعد فيها. اللي هو محسن حجزها لنا مع اتنين. اتنين شباب. جدعة محسن. اللي هو ايه بقى وانت ماشي في الشقة لازم ان تقول. طول ما انت ماشي. هاي بقى وانت ابتاز. ايجو بافة. على ما انت بحقًا. يجب أن تأخذ ما تريده في الكاميرا يجب أن تأخذ ما تريده هنا للمشاهدة 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 لديك المشاهدة هنا نعم لديك المشاهدة وأخذ ما تشاهدت برد يحضر هذه المشاهدة أسأخذ لديك المشاهدة تشاهدين ذلك لكن نجد إن أخذت نغير من هنا لأن هناك لا يعمل بالنسبة لي محسن طويل قوي. مش عارف بيطول ولا ايه مرة واحدة. ما كانش كده اخر مرة عابدته. هو طويل. طيب انا اخدت دوش بالسريع كده. وهننزل ناكل لان انا الصراحة هموت من الجوع. وبرضه محسن جعان جدا. كان مستنيه يأكل. مهم محسن لما انا جيت بيقول انا اسبت لك القوضة دي وبتاعة عشان منظر وكلامنا كله. فان الصراحة قلت يعني محسن والله بيضحي. مش بعد ما لبسنا في الحيط ولان احنا عادين مع ناس في الشقة. فهو يمكن بيعوضني وكدس. فلما عدت هنا خمس دقيق في القوضة عرفت ووداني القوضة ليه. ووداني القوضة عشان هنا الشارع عربية رايحة جاية. يعني ازعاج الله ينور. شفتك لان? انا جاي من اخر الدنيا عشان المحسن يبعني. ورايح هو ياخد القوضة الهدية الجميلة. بندور على مطعم ناكل فيه. كل حاجة بالفرنساوي. طبعا انا ومحسن في الفرنساوي ايه? 100% اه ده افل. واصلا اغليات المحلات قفلة مفيش حاجة فتحة. اه مش عارفين نعمل ايه? اه ما انت السبب. احد تقولك تعالى ننزل ناكل الاول مع كده استحمى. لا لازم استحمى. لو داشربي انا هاكل مده. يا عم انا جاي من مبارح يا عم انا منمتش. تعبان. حرام عليكم. محسن لو كان متابع الفلوغ زي عندي كان يعرف ازاي يطب من على الشاشة دي. انا فيه الفلوغ قبت فيه ازاي تعمل بس مش بزكر يعني. اه. طيب الحمد لله اكلنا. ايه رأى اكفل الاكل يا محسن. على حسنين انا اكلنا حاجة واستعمى ما كاناش عالي كده. اه. انا عمر في حياتي ما كانت بقدر بس فده كان عمر اه. لا والله اجدعان اه ملناش غير وفاتح الصراحة. فيعني الحمد اللي اه اه اتعشينا. وبقى نتجه على البيت لان انا عايز انام. انا انا عمليه طب الامس التنيج من الصباحات ربنا. في الشارع انا عم بلف لحد ده ما انت فيه جي. ما علش ما علش. ما علش. وفوتك طيارتين. اخط. اخط. اي حاجة واحد جهور. اي حاجة يا رب يا رب يا كوني الفلوغة عقابكم. وان شاء الله بازن الله تعالى 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 تعالى. ان شاء الله ليتي اندو الغيب وحاجة عنا ف Lewk choix اللي بتابعين. خليكم تبقين. و 티igramت تحت منانات محسن وتلاقوه في اخر الفيديو ان شاء الله. فاروح و ما تعملوها بالنسببرايب. فاروح بس تفرقه. وان شاء الله. يا الله. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم. أحبك حبيبه والله أحاول ولا قوت إلا بالله أعجل وحش أعمل السيرك اللي أنا واشي فينا عشانك أكلنا مكدونلز فبن نحرى بقى الأكل الأكل ماشي